فالجماعة الحقيقة بدأت كجماعة إرهابية يمكن لما نزلت العمل السياسي كمان لم تسلم منها أي قوى سياسية مدنية كانت عدوة لدودة لحزب الوفد وكانت عدوة لدودة لجماعة مصر الفتاة ولكل القوى السياسية المدنية واختائز لأنه أفكارها مخالفة للأفكار اللي طرحتها هذه الجماعة وهي جماعة هو ما فيش انتماء لدولة هو الانتماء للجماعة الإرهابية فبالتأكيد مش هيكون في أي اتفاق مع أي أحزاب أو أي قوى سياسية تخدم الدولة كل القوى السياسية يعني العاملة قبل 1952 يعني تعرضت للهزاء والعنف والقتل من هذه الجماعة ويعني مذكرات حتى الإخوان أنفسهم بتشير لأنهم كانوا بينزلوا إلى المقاهي وبيمرس العنف على اللي سموهم أعداءهم وكفروهم مبكرا يعني فإذن إحنا عندنا جماعة ولدت إرهابية لغاية ما قامت ثورة 23 يوليو وهنا الوضع الحقيقة يستحق أن احنا نتوقف هي فشلت أن تلعب دورا مهما قبل 1952 ومثلها مثل بقية القوى السياسية وقت أذن رهنت على الجيش أنه لن يخلص مصر من الاستعمار البريطاني ولن يخلص مصر من الملك إلا الدباط الوطنيين في الجيش المصري ولذلك تغلغلت هي يعني تسللت داخل الجيش المصري ونجحت وهنا كاريزمة حسن البنة اللي لازم نقول أنه كان عنده شخصية جذابة وبيستخدم الدين بزكاء لتجنيد الدباط والجنود ودباط الصف نجحت في هذا التغلغل لكن عبد الناصر حذر الدباط الأحرار أن هما يبتعدوا عن هذه الجماعة والتحذير ده على فكرة مبكرا يعني عكس كل اللي بيقول أنه هو انتمى للجماعة نحن كنا في الأول وأنا واحد من الناس نتيجة لي قدرة الإخوان على تزييف التاريخ أنا من الناس اللي قالوا عبد الناصر كان منضم وحلف على المصحف والسيب ده فرسالة المجلسية لكن لما ضققت الأمور أكتر في الدكتوراه وبدأت أبحث الحقيقة أنه كان بيحاول أنه يعرف أفكار هذه المركسيين والمصر الفتاة أو الحزب الاشتراكي وكذلك جماعة الإخوان